قوات العملية أن كثير من الطوار يتحققون على الفلصة يدعون إليه ويعجبونها ويقاربونها ويقاربونها بحدة وحفتر إذا خرجت إليه المنطة الوسطى أو خرجت حتى كثير من المنطة الوسطى سوف تضعه في حجب الحقيقي فنحن نعلم أن بدون الطائرات الأجنبية لا يسوى شيء على الأرض هذا حقيقة جيش حفتر يتركون سلحتها معادة في القتال مدينة بنغازي رغم الحصار الذي كان فيه الشباب ورغم طلف الإمكانيات ثمدوا أمام طوارات ففتر وأمام طائرات الأجنبية والفرنسية والمصرية فهو لا يستطيع أن يتحرك أي قطوة بدون هذا الطيران وهذا الغطاء الجوي فحقيقة العذكرية هي حقيقة إعلامية فقط الإعلام يدخل إلى مدينة بشيرات عظيمة وتغير الناس ثم بعد ذلك يصور في الإعلام أنه وانتصار ويغللون ويكبرون عندما يدخل إلى قرى صغيرة في الجنوب وكأنه فتح القدس وحرر في فلسطين ولا يدخلون بالإعلام اللي حررناها مما تحررونها هي فيها مواطنين لبهيدة هي قوة أسكرية فهذا الإعلام يؤثر على نفسية بعض الناس ويؤثر ويستفيد منه إعلامية نعم سيد تغير مدينة مرزد واستعانى بالأهالي على التبو الآن ترك الأهالي وفزازنا في مواجهة التبو الفتنة بين هذه القضائر نفس الله يحكم دمعهم وأن يكون العقل أكون هذا هو مواطنين فعلا في مغازي وطمين فعلا في الجنوب الفتنة بين القضائر والسرط الاجتماعي هذا هو ما كل من يخصد يشعر